من السابق لأوانها أن نقول أن دمشق مستعدة هذا يعتمد على الجانب التركي لأن هناك دم سالة لخمس سنوات وأن هناك تدمير وقتل وإلى آخر سيعتمد هذا الأمر على موقف الحكومة التركية هل يكون هو عبارة عن اعتزار وذبق هكذا؟ بالتأكيد لا لأن هناك شيء مطلوب من تركيا أن تغلق الحدود أن تمنع الإرهاب أن تقف موقف إيجابي تجاه ما يجري في سوريا أن تساعد على المسار السياسي أن نزل باتجاه حوار سوري سوري لإنتاج نظام سياسي جديد تكون تركيا داعمة كبقية الدول الأخرى لا أن تكون خنجرا في ظهر السوريين